تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 343 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 111 طن مواد غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تمضبط نحو 6 أطنان من السلع الغذائية كما تمضبط أكثر من 33.5 طن السلع غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة وفي مجال عدم الإعلام عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمية للسلع الغذائية تمضبط قرابة 12 طن وتمضبط 60 طن أسمنت في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمية لمواد البناء أما في مجال قضايا المخابز تمضبط 419 قضية من بينها 75 قضية خبز ناقص الوزن و118 قضية خبز غير مطابق للمواصفات